عقدت وزيرة التربية المحلية منال عوض اجتماعا مع عدد من المحافظين لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي على أرض محافظات سهاج وقنة واسيوت والمينيا كما شهد اللقاء بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراء بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته في مختلف المحافظات والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من جانبها أشرت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج يعد واحدا من أهم البرامج القومية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي